موسيقى يوم نتحدث عن العالم كيف نجمله في لوحة فنية وفلسطينة جميلة دوما في لوحات الفنانين الفلسطينيين تكون أجمل والروح الشبابية الفلسطينية نعبر عنها بالفن التشكيلة بطرق مختلفة إذا كنا فلسطينيين محبين للحياة ضيفي في الاستوديو لهذا الصباح موهبة فنية جديدة أبدعت في رسم اللوحات المختلفة واليوم نتحدث عن الفن تشكيلة المعاصر بريش الفنانين الفلسطينيين الشباب وضيفي في الاستوديو منذر القريوتي أهله وسهلة فيك سعب صباحك سعب صباح صباح حقيقة الفنان نتمنى كيف كانت الطريق؟ مش فطالي كويسي شوب اليوم بس أعتقد إلى حد ما مع الشعرات ما بتشوب أكتر لا الشعرات هذولة فيهم سوب في الحياة اللي هم بيشتغلوا مكيف معك في الطريق وأدى كمان بتشعر أنه اللوك إله علاقة في الإبداع أو أدى إله علاقة في الصورة اللي إحنا ممكن نرسمها عن نفسنا بشكل شخصي أنا مش كثير يعني أطلع أنه ممكن اللوك يعكس الفكرة الفنية للإنسان قد ما هو مهم أنه تكوني أنت حد متابع للحدث اليومي أكثر طيب منذر حبينا نتعرف عليك قبل ما نتعرف عن منذر الفنان نتعرف عن منذر الشخص الإنسان كيف هو؟ حد عادي يعني زي زي أي ناس عايشين في هاي المحيط اللي إحنا في يعني أو الخلطة اللي إحنا فيها بشتغل ساكب معادن في مجال ساكب المعادن خلصت أكاديمية فنون دولية من رمالة بكالوريوس وفقط ومارسحاتي بشكل يومي عادي أنه بصحة زي الناس بروح للشغل بروح بعد الشغل بطلع قهوة بشوف أصحابي ممكن آخر الليل يجي بالي هيك أخربش شوي مش أكثر يعني حياة عادية وأمتك تشفت حبك للخربشة منذر؟ يعني شوفي هذا السؤال كثير بنسأله أنا وبرجع بقوله وبعرفش لأني خلق تلكية حالة بحب أخربش فبدري شو أنت يعني يمكن بكونت خربش في بطن أمي شو ندريني ويمكن هون بنحكي عن الموهبة الأصلية والحقيقية يعني لما يجي حدا يسأل فنان تأي ساعة اكتشفت نفسك أنك فنان أعتقد هون بكون السؤال ما إلوش إيجابة إنه هون إنسان موهبة بتنخلق مع صاحبها بعد هيك بصير أنه الشخص لازم يسقلها من خلال دراسة أكاديمية معينة أو من خلال قراءات يغني الفكر عنده بالضبط فهيك خلينا نقول أمت منذر قرر أنه هو ينمي هاي الموهبة اللي موجودة عنده ويبدأ في عملية سقلها أو السؤال ممكن اللي يسبق قال أنت قمت في سقل موهبتك بناحية أكاديمية أو نظرية أو أنت لا تزال حتى اليوم تتعامل مع الفن بفطرتك وموهبتك الداخلية لا فعليا بعد ما خلصت اللي هي مرحلة الدراسة خلص التوجيه وكل التفاصيل هاي بلاشت أحاول أتوجه على المعاهد الفنية حتى أدخل في الفن أكثر من ناحية أكاديمية اللي هو لأنه التعليم الأكاديمي أساسي في مجال الموهب إذا بدك تسقل الموهبتك لازم تأخذي إشي أكاديمي اللي هي الأسس والإشي اللي أكتبني عليها الفكرة تبعتك بعد كل هاي التفاصيل أنه دخلت الأكاديمية دولية الفنون وهي كانت هاي شوي بحسها النقلة عندي اللي أعطتني الفكر أو الطريق أنا اللي بدي أشتغل عليها وكيف لازم أصير أفكر وأبني الفكر اللي أنا ممكن أطرحه للناس يعني أنا إذا بدأ أقدم موضوع كيف لازم أقدمه لأيلك بالشكل المناسب أو حسب المباعد وكيف أقدر أثر عليك بالضبط يعني كيف لازم أنا الطريقة يعني كيف لازم أنا أعطيها بالضبط فهناك حسيت أنه صار عندي التركيز أقوى شوي وغير هيك أنه في جانب الشخصي تبعي كله بطغة دائما أنه قراءاتك الشخصية أنت شو بتحب تتابعي شو بتحب تشوفي في الحياة بتعكسي من شغلك وهون كمان منقول أنه الفلسطيني ما بقدر يطلع من جلده يعني حتى أول صورة شفناها لإلك كان فيها العالم الفلسطيني وهلأ عم نشوف كمان صور عم تعرض على الشاشة من أعمالك فلما منحكي عن اللوحات الفلسطينية عن اللوحات الفنية لأي مدى أنت اليوم بتشعر أنك عم بتشارك في صنع الصورة وفي صناعة الرأي العام من خلال فنك يعني أنا ممكن أعاد حالي واحد في المية جميل التواضع لا مش كالتواضع في كثير عنا فنانين شباب بفلسطين تحديدا بيشتغلوا فن ويقدموا فن بس الفكرة أنه هل أنت عندك جراء تنزل تجرب في الشارع فهمي كيف أنا كثير من الأعمال اللي كنت أشتغلها كانت تكون إما جداريات أو غرافيتي أنزل أقديمها للناس مباشرة نادر جدا ما كنت أشتغل زي هيك يعني أنه في فريم وكانفس لأنه بحس الفن لازم أكون للناس موجود بالشارع مش لازم أنا أشتغله وخبيه عندي في الستوديو أو في المرسم تبعي لأنه أنا عملت لوحة حطتها في المرسم تبعي بعدين تبضل إلي أنا شفتها لحالي ما بلزمني إيش أشوف لوحتي أنا عندي رسالة عندي فكرة لازم أشتغلها في مكان عام أكثر حتى إذا في عندي إيش معين بدي أطرحه للشارع طب وبتشعروا أن الثقافة المجتمعية اليوم عم تدعم عم تدعم الفن أو عم تتذوق الفن كما يجب الثقافة المجتمعية بتتقبل الفن بتختلف من منطقة لمنطقة حسب تفاصيل حياتنا الفلسطينية يعني أنه بتختلف من رمالة مثلا لنابل السجنين حسب طبيعة الناس خلينا نحكي الثقافة بتتقبل عندنا الناس بشكل عام أما السلطة بشكل عام أنا ما بدي أحكي على السلطة في إلها أسس معينة يعني ما بقدر أنا أطلع على موضوعات خارج عن النطق أو الصياق العام يعني إذا بسألك الفنان شو بينقصه اليوم لحتى يمارس فنه داخل فلسطين بطريقة اللي هو بحبها ليهي هامش الحرية هي هامش الحرية فاقدة عند جميعنا يعني مش بس بفلسطين في كل أرجاء الوطن العربي هامش الحرية عندنا فيه شوية نقص يمكن بفلسطين عندنا شوية مجال أكبر من البقية بس برضو في عندنا نقص في هامش الحريات لهيك لما يعني منطلع على المشهد الفني أو المشهد الثقافي إلى حد ما في بعض الأحيان منشعر بأنه هو منقوص أو بأنه هو مش عم بيأدي دوره فيمكن تشعر أنه السبب هو غياب الحرية أكيد يعني لا شك في هذا أنه في عندنا نقص في موضوع الحريات بسبب أنه في عندنا موضوعات زي ما بسموها عندنا مفصلية ممنوعة نطرحها أو ممنوعة تقدميها للعامة إذا بدك تطرحيها لازم تقدميها وما تحكيش أنه أنا اللي عملتها أنا أحد من الناس كنت أجرب عمل هيك أنه في موضوعات طرحتها بس ما كنتش أنه أحكي أنا اللي اشتغلتها خلاص عندي فكرة بدوصلها تمام بروح بنفذها وبمشي مش ضروري حد يعرف أنه أنا اللي عملتها المهم عندي حاولت أوصل رسالة طب لما بنطلع على الفنانين اللي موجودين في الوسط اليوم هل بتشعر أنه هم عندهم نفس الانتماء اللي موجودة عندك للفن مش انتماء لأن أنا للشهرة أو للمادية أو لشي تاني نسبة خليلين نحكي أربعين في المية عندهم الفكرة هاي أما الباقي هم بديش أتهم يعني باقي الناس سلبيين شوي كيف يعني أنه خلاص أنا فنان يعني وإلي ستايل وإلي حياتي دك تحكي معي لازم تحكي معي في المستوى تبعي أنه أنا في عندي ثقافة معين وما دون ذلك لأ أنه حل عنا برضو يعني خذ بعطي يعني كلنا عايشين في نفس الحارة وكلنا أولاد تسعة بزوطيش يمكنه هذا السبب اللي عم يعمل فجوة بين المجتمع وبين الفن لهيك أنا سألتك لأي مدى ثقافة المجتمعية اليوم عم تدعم لأنه فعلياً زي ما أنت حكيت الفن من غير جمهور أو الفنان من غير جمهور هو ما وصل رسالته وما حقق الرضا لنفسه فبتعتقد أنه هذا السبب اللي هي بعض نوعاً ما آه ممكن هي كل أشو في مجموعة مسببات يعني هي هذا سبب من الأسباب فيه كثير يعني إشياء بتصير تلعب في المفهوم العام عندنا كيف ممكن نقرب جهتين لبعض من وجهة نظرك من تجوبتك العام الفنان نفسه لازم يشتغل على حاله بشكل أساسي يعني يشتغل على حاله بالناحية أنه ما يسوكش فيها أنه أنا عملت لوها حلوة خلاص ما حدا يحكي معي أنا فنان بعدين الفنان صعب يسميه حاله فنان إذا الناس عطتوا هذا اللقب بصبت أنا على فكرة أحداً من الناس بخاف لما حدا يجيه كل فنان لأنه حتى أنا إلى الآن بعتبرش حالي فنان ممكن أعتبر حالي بشتغل بالفن أو بقدم فن كلمة فنان مش كلمة سهلة كلمة فنان هو الإنسان اللي بخلق بخلق إشي جديد ويقدموا للناس طب أنا لسه مش كادر أني أخلق إشي جديد وقدموا للناس يمكن خلقت فكرة فكرتين وقدمتها للناس بعطي لنشي الحق أني أكون فنان أما ما بزبط أنا عملت رسمة واحدة وثاني يوم سميت حالي حطيت على الفيسبوك مثلا أرت فلان فلان وإيش يعني وإنت صرت أرت أصبر شوي يعني أغني الفكر عندك بعدين صير أرت خلي الناس تحكي لك أنت الأرت يمكن كمان بتخيل سبب آخر للفجوة بين الناس وما بين الفن أو الفنانين أنه في بعض الفنانين أسعار لوحاتهم كتير عالية لا أنا بفهم أنه الفن كتير غالي وأنا من الناس اللي حتى ما بحب أحكيني أنا رايحة أشتري لو حال نحن قد نفكر عنه بكاسو لأنه بالضبط هيهو ما بينباع وبينشرة بس في بعض الأحيان عشان أنا أخلي الناس تحب الفن لازم أنا أكون مقربته لإلهم ويكون موجود في بيوتهم يعني محلل بيوت اللي بيكون فيها لوحات وأدي اليوم صعب أنه بمستوى الدخل اللي عندك تتقطني لوحة لأنه فعليا الأسعار كتير غالية هاي المشكلة بترجي على المؤسسات الفنية اللي بتحضن فكرة الفن أو مفهوم القالريات اللي موجودة عندنا بفلسطين أنت مشارك في معرض في غالرية لازم يكون مثلا سعر اللوحة مش أقل من ألف دولار طب ليش أنه شو يعني أنوح مارد روح يعني سوري أنا أفضل روحة أشتري لوحة بألف دولار ودشر ولادت وبالخبز فيه شريحة معينة ممكن أب تقدر تشتري وبتهتم بالفن أما باقي الناس أنا بروحة أجيب لوحة بألف دولار ولادت يدشرهم مثلا صح وأنا ما بلدي بنيها يا أخلي الفن نخبة ويكون فقط للنخبة أو لفئة معينة أنا معنية بشريحة أكبر اللي هي فئة المتوسطة اللي دخلها محدود بزا ممكن أنا شوي بداي عن هذا الموضوع لأنه لما بشوف حتى المعارض اللي عم تنعمل في بعض الشباب الموهوبين ما بيقدروا يشاركوا فيها لأنه برضو كمان الاشتراك فيها كتير عالي والرسوم فيها كتير غالي فعني أنا كمان بطلع على الجهتين مش بس على اللي بيشتري أو اللي بيحصل على هاي اللوحات كمان على اللي ممكن يشارك في هاي المعارض برضو المؤسسات الفنية الهدور المؤسسات الفنية دائما عم بحب نظرات عيونك بحسك عم بتفكر في الجملة قبل ما تردت ترجع مش سهل تحكي جملة وفتغلط فيها وتفقع حالك مع الناس عندنا المؤسسات الفنية مشكلتها ما بتهتم كثير بالفنان الشاب نوعا ما ليش إنت ملكش معارف في الوسط المعين هاض خلاص ما حد راح يعرف عنك إذا إنت مسعيتش ما دورتش منيح ما حد راح يدر عنك معظم القلاريات الموجودة عنا بفلسطين يعني أنا بسميها دكاكين وفيه كثير غير بسموها دكاكين أو شلالية تمام يعني اللي شلة في القلاري هذا إحنا بس اللي بنعرض فيه والشلة الثانية تبعتنا اللي إحنا مصاحبين هم بس اللي بقدر يعرضوا فيه غير هيك ما بنزمونها شي عرضوا فيه فهمك كيف يعني لازم تكوني من شلة معينة أحزاب الفن أحزاب عادي زي وزي الأحزاب الفلسطينية شلال إحنا هيك شعب منحب نكون دوما كلنا شلال كلنا شلال أحزاب منذر أنا بتشكر وجودك معاي سعيدة جدا في وجودك أنا أحزاب وفعليا من الفنانين خلي أنا بدي أعطيك لقب فناني يسلامه شكرا كان لهم فعليا أطلالة خاصة معي في البرنامج من ناحية المضمونة اللي عم يطرحوا ومننتظر نشوفك في جداريات ومعارض ولأكيد إحنا أول الداعمين لإلك فيها شكرا لكم شكرا اشتركوا في القناة